موسيقى السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في الحلقة الاولى لشهر ابريل من برنامج مهدي يحبد مين اللي علمك السيارة؟ انت اسبع حضرتك حضرتك المرة دي بنرجع تاني لخمس افلام في السينما وللأسف مفيش من ضمنهم الفيلم اللي كلنا كنا مستنينه وهو The Fate of the Furious اللي كانت طلعت اخباره من ويمكن ينزل النهاردة في الدول العربية اول فيلم بنرشحه موجود في كل الدول العربية وهو فيلم Going in Style الفيلم ده من بطولة مورجن فريمان ومايكل كين وآلان اركن شفت التريلر بتاعته كذا مرة في السينما مؤخرا وعجبتني جدا هيلاريوس بتضحك بجد يعني الفيلم عن ثلاث اصدقاء مسنين كبار جدا في السن بيقرروا ان هم يسرقوا بينك الفيلم فكرني كتير بافلام زي ده Stand Up Guys وفيلم Last Vegas اللي كان فيه مجموعة برضو من الممثلين الكبار في السن ولكن الفيلمين دول ما نجحوش قوي وانا شخصيا ما عجبونيش قوي لان واحد فيهم اللي هو The Stand Up Guys كان واخد زاوية مظلمة قوي في الكوميديا بتاعته ما كانتش فعالة والتاني Last Vegas كان هزلي اكتر من اللازم وما كانش دمه خفيف كمان الفيلم التاني اللي بنرشحه هو فيلم مصري موجود في مصر بس اسمه بنك الحز بنك الحز بيتميز زي ما نقولت في التريل الرياكشن بتاعته بانه صاحب اكتر بوستر مطرقع لفيلم مصري في الخمس عشر سن اللي فاته الفيلم كوميدي طبعا وهو من فريق العمل اللي هو فيه مصطفى صقر ومحمد عز الدين كتابا واحمد الجندي مخرجا والفريق ده اخر مرة اشتغل مع بعضه عملولنا فيلم الحرب العالمية التالتة انا بتكلم سينمائيا طبعا الفيلم برضو للمفاجأة بيدور عن سرقة بنك بس طبعا من اطار كوميدي جدا وهازلي جدا والتريلر بتاعته مبشرة بتدحك مش بدرجة كبيرة قوي بس بتدحك الفيلم التالت هو فيلم كارتون موجود في كل الدول العربية ومرتقب جدا منتظرين وبقالنا كتير وهو فيلم The Boss Baby الفيلم بيدور عن بيبي بنكتشف بعد كده ان هو جاسوس ان هو سباي وبيحاول يحل معضلة ازاي الناس بقت بتفضل الببيز الكلاب الصغيرة على البيبي هات الفيلم من ستوديو دريم ووركس للانيميشن ودول اللي قدموا لنا قبل كده سلسلة شريك وسلسلة ماداجسكار وسلسلة كونج فو بامبا التريلر بتاعت الفيلم حلوة وبتدحك جدا ومع ذلك هو مسجل على روتين توميتوز خمسين في المية بس وده الحقيقة مش هيقفلني قوي لان مقاييس النقاط بتتفاوت وبالذات في موضوع الانيميشن الكوميدي قوي الفيلم الرابع هو فيلم Aftermath موجود في كل سينمات الدول العربية وهو من بطولة ارنود شوارزنيجر بس من خلال التريلر بتاعته بيبان ان هو مش اكشن يعني ارنود شوارزنيجر مش هيقعد يموتهم كلهم وخلاص الفيلم مزلم شوية ويبدو ان هو هيكون محزن جدا انا حقيقة ما كنتش مهتمي به لغاية لما شوفت التريلر بتاعته في السينما التريلر بتاعته حلوة فعلا الفيلم احداثه مقتبسة من قصة حقيقية حصلت في 2002 وتشتهر باسم اوبر لينجن او اوبر لينجن ميد اير كوليجن دي حادثة فيها طيارتين دخلوا في بعض بسبب خطأ في برج المرأبة وقصة الفيلم بتركز على قب فقد زوجته وبنته في الحادثة دي وبعد كده بيدور على انه يحمل المسئولية الحد الفيلم لسه ما ظهرتلوش اي ريفيو او اي مراجعات وفي حاجات كتير بتوثير التفاؤل ولكن فيه واقع واحد بيوثير التشاؤم شوية وهو انه المفروض انه هو يتعرض بشكل موسع يوم 7 ابريل وفي نفس اليوم حينزل دي في دي والفيلم الاخير هو فيلم مصري صاحب اطول عنوان في تاريخ الافلام المصرية وهو بيفتخر بدا الحقيقة اسمه عندما يقع الانسان في مستنقع افكاره فينتهي به الامر الى المهزلة من بطولة بيومي فؤاد وحمد فاتحي ومحمد صرات ومحمد سلام فكرته مش مفهومة التريلر بتاعته مش مفهومة برضو والحقيقة النوكت اللي فيها بيخة نتحرك بعد كده للافلام المنزلية وجات لي تعليقات كتير بتطلب ان احنا نركز على الافلام الجديدة والحقيقة يا جماعة انا بعمل الموضوع بي عشان اديكم افكار لافلام سواء من خلال افلام انا شفتها وحاسس ان مش ناس كتير شافتها او كان لها شعبية كبيرة فترا من الفترات وبعد كده اتنست ومع ذلك اول فيلم حنتكلم فيه هو احدث فيلم على الاطلاق وهو فيلم اسمه The Discovery من انتاج 2017 عام والد زعل نفسك الفيلم تم طرحه الاسبوع الماضي على نتفليكس هو من انتاج نتفليكس بس الفيلم ده مميز شوية لان اولا تقم البطولة بتاعه مهم في روبرت ريدفورد وفي روني مارا وفي جيسون سيجل وكمان شوية ردود افعال طلعت عليه شكل لها ايجابية وحلوة جدا وثالثا هو بيدور عن فكرة جدلية شوية لها دعوة بالحياة الاخرى ما بعد الموت في اطار من الخيال العلمي والكلام ده كله الفيلم مسجل 46% على روتن توميتوز راجع عليه ولو ما عملتلوش مراجعة كاملة على الاقل حعمله مراجعة الطير بعد كده نتحرك بقى للافلام الاقدم شوية ونبتجي مع فيلم فيرس بيولرز دي اوف من انتاج سنة 1986 الفيلم ده مشهور جدا لمستوى العلم هو من الكلاسيكيات الشبابية السينمائية عموما وعلى ما اتذكر هو كان ليه شعبية كبيرة في المنطقة العربية وفي مصر بالتحديد كمان لان ثقافة التزويغ عندنا كبيرة قوي والفيلم ده بيدور عنده عن واحد بيزوغ من المدرسة هي دي قصة الفيلم وبالنسبة للناس اللي ما تعرفوهوش بقى ده الفيلم اللي ديت بول كان بيقلده في البوست كريدت سينة الاخير لما ديت بول طلع وكلمنا عن الجزء تاني وقالنا روحوا الكلام ده كله والفيلم حيتزاع ان شاء الله على ام بي سي تو يوم الخميس 6 ابريل الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الفيلم اللي بعد كده هو الفيلم الكلاسيكي كما يجب ان يكون هو فيلم تاكسي درايفر شخصيا من انتاج سنة 1976 وهو ده الفيلم اللي رسخ روبرت دينيرو في مخيلة ناس كتير قوي وانا منهم كاعظم ممثل التاريخ الفيلم ده مش لكل الازواء ومش لكل الناس وكتير قوي قابلت ناس اتفرجوا عليه ومعجبهمش وسألوا هو ايه اللي خاص فيه قوي انا هقولكم بالنسبة لي انا الفيلم ده خاص في زاوية الكاركتر ستادي في زاوية دراسة الشخصية القريبة مننا اللي مش بالضرورة ان هو راجع من حرب يبقى لازم تكون رجله مبتورة او مشلول او عنده حاجة بالطريقة دي حبنكلم على تروما نفسية وانعكاسها خطير ومدمر والنقطة التانية اداء روبرت دينيرو يا جماعة انا ما شفتش اداء زي ده في حياتي حتى الان بمنتهى البساطة الفيلم ترشح لاربع جوائز اوسكر هم افضل فيلم وافضل ممثل طبعا وافضل ممثلة في دور مساند لجودي فوستر لما كانت حلوة اصغنونة عندها 16 سنة وبتشتغل في بيض دعارة جميلة كده وليه بافتكر لكم الفيلم ده بافتكروا لانه هو حيتعرض على ام بي سي ماكس يوم الاثنين عشرة ابريل الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة الفيلم الرابع اللي برشحه هو فيلم تينكر تيلر سولجر سباي من انتاج 2011 هو فيلم بريطاني بيدور في حقبة الحرب الباردة في عالم الجواسيس والتجسس والمخابرات والحاجات دي كلها بس ما هيش المخابرات بتاعت جيمس بوم دي المخابرات بتاعت المخ بجد يعني فيلم ده يا جماعة يتميز بان هو زكي فعلا لدرجة ان هو ما بيشرح لكش اي حاجة انت محتاج تركز فيه وتشغل مخك لان لو فيه حاجة فاتتك كل شيء حينهار وده اللي بيخلي الفيلم ده برضو مش لكل الناس الفيلم ده على مستوى التكسيد بيتميز بان هو جامع تلت اجيال من الطراز الاول من الممثلين الانجليزيين في المستوى الاول المستوى الكبير عندنا جاري اولدمان وجون هيرت في جيل الوسط عندنا كولن فيرت توبي جونز ومارك سترونج وفي جيل الشباب يعني لان مقارنة مع الناس دي دول اسمهم شباب بنيدت كومبرباتش وطوم هاردي وهو عمو ان الفيلم ده مش بطولة مشتركة اوي هو بطولة جاري اولدمان هو فيلمه بجميع المقييس والراجل قدم دور اكثر من رائع ولكنه للاسف ما كسبش الاسكر يوم السبت 8 ابريل ساعة 11 مساءا بتوقيت القاهرة الفيلم الاخير اللي هتكلم عليه دلوقتي لما اقول اسمه واتكلم في تفاصيله فانا هحرق في فيلم سبلت اللي اتعرضي السنة دي فلو انت ما شفتش فيلم سبلت انصحك تقفل الحلقة دلوقتي وبي باي الفيلم هو فيلم أمبريكبل من انتاج سنة 2000 تاني افلام امنايت شاملان لو شفت سبلت يا معلم ومتفاجئ ليه فيه ناس رقعوا بالصوت في اخر مشهد في الفيلم لما تتفرج على أمبريكبل هتفهم الفيلم فيه اول تعامل نفسي منطقي مع فكرة الابطال خارقين كما تم تصورهم في الكتب المصورة وطريقة نقلهم للعالم الحقيقي اهم حاجة بالنسبالي انا هي طريق التطوير شخصية ديفيدون اللي جسدها بروس ويلس دي اللي وهماني في الفيلم ده الحقيقة ودي اللي بتؤكد مرة كمان ان بروس ويلس ممثل كويس خلونا دايما نفكرين الموضوع ده واللي حابب يتفرج على الفيلم في التلفزيون ان شاء الله حيتعرض على بين موفيز اتش دي ثري يوم الخميس ستة ابريل الساعة سبعة مساءا بتوقيت القاهرة وده اللي عندي في ترشحات هذا الاسبوع ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم واشتركوا في القناة عشان تجاركم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو عاوزين تتعرف والاحدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا مشاشر اللي جاية وباي باي اشتركوا في القناة